بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فريضة الحج ركن من أركان الإسلام فيها من العبر والعظات يستفيد منها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فرضية هذه الفريضة فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى كررها القائل ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه هنا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الحج فريضة من الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نقف على العبر والعظات التي أودعها الله عز وجل في هذه الفريضة فإننا نقف أولا مع أول هذه العبر ومع أول هذه العظات وهي تقوى الله عز وجل بتحقيق الإيمان الله عز وجل في جل آيات الحج تحدث وقرنها بتقوى الملك سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ومعلوم بأن الحج سفر وانتقال من مكان إلى مكان وأن السفر يحتاج إلى زاد يبين ربنا بأن خير الزاد التقوى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إن ورود التقوى في آيات الحج لها دلالات مهمة ينبغي على كل مسلم أن يعيها وإن من هذه الدلالات أن الحاج عندما يذهب لآداء هذه الفريضة ويتعرض للمشقة وللتعب وإنفاق الأموال والمنع من المحظولات كل هذه الأشياء بعدما يتعرض إليها الإنسان قد ترهق الإنسان وقد تدخل الإنسان في بعض من الحرج ساعتها تظهر التقوى عندما يتحل الإنسان بعد الإرهاق وبعد التعب وبعد المنع يظهر بالسكينة والوقار والحلم ويتخلى عن السب وعن الفسوق وعما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى فتظهر أثر التقوى في خلقه وفي تصرفاته وفي أفعاله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ولذلك عندما يمعن الإنسان في هذه العبادة الميمونة وارتباط هذه العبادة بتقوى الملك سبحانه وتعالى فإننا نقف عند معنى مهم وهو أن الإنسان في هذه العبادة عندما يظهر بسلوك يليق برجلال الملك سبحانه وتعالى يظهر بسلوك يليق بمسلم تجرد من الدنيا وما فيها من زينتها ومن بهجتها وأقبل على ربه تبارك وتعالى يجتمع مع كل خلق الله والكل يقف في مكان واحد شعارهم واحد ثيابهم واحد دعوتهم واحدة نداؤهم واحد هذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان إنما تخلق بهذا القلق وعبد ربه تبارك وتعالى بنور من الله وحقق معنى من معاني التقوى الذي قيل فيها أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب المعصية على نور من الله تخشى عقاب الله تبارك وتعالى وإن من العبر والعظات التي يستنبطها الإنسان من هذه الفريضة الميمونة اليقين في الله عز وجل والثقة فيما عند الله عز وجل وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله يتحصل الإنسان على الثقة عندما يسعى بين الصفى والمروة ويتذكر موقف خليل الرحمن إبراهيم وزوجه هاجر والطفل الرضيع إسماعيل عندما أمر الخليل أن يذهب بهما إلى مكان البيت الحرام حيث لا أنيسة ولا جليسة في هذا المكان فتقول له آي الله أمرك بهذا إلى من تتركنا في هذا المكان إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيسة فيه ولا جليس فلم يرد عليها بعدما كررت الكلام ثلاث مرات ففي بعد الثالثة قالت له آي الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا هل وقفت يوما أمام هاتين الكلمتين اللتان تعطيان منهجا عظيما في الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل يهيئ الأسباب فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي أسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته